نبدأ في الحديث عن الوحدة الرابعة بعنوان التاجر وسوف نتحدث من خلال هذه الوحدة عن تعريف التاجر وشروط اكتساب صفة التاجر والتزامات التاجر فنبدأ بتعريف التاجر من هو التاجر؟ التاجر هو الشخص الذي يحترف القيام بالعمليات التجارية ويتخذها مهنة معتادة له من هذا التعريف نستطيع أن نستنبط شروط اكتساب صفة التاجر فشروط اكتساب صفة التاجر واحد احتراف الأعمال التجارية اتنين الاستقلالية في ممارسة الأعمال التجارية ثلاثة توافر او التمتع بالأهلية التجارية ودعونا نتحدث عن كل شرط من هذه الشروط السلاسة بشيء من التفصيل فنبدأ بالحديث عن الاحتراف الأعمال التجارية هل الاحتراف يقتضي التقرار ام يقتضي الاعتياد؟ فما المقصود بالتقرار وما المقصود بالاعتياد؟ المقصود بالتقرار أن يمارس الشخص العمل التجاري بشكل مستمر بأن يقوم يوميا بممارسة نفس العمل فيفتح في ساعات معينة ويغلط في ساعات معينة أي أنه يمارس التجارة بشكل مستمر أما الاعتياد فهو ممارسة التجارة على فترات متباعدة على فترات متباعدة فنعطي للسامع الكريم مثال فلو أن هناك شخص يذهب كل أسبوع أو كل شهر أو كل ثلاثة أشهر لشراء سيارة ويقوم بإصلاحها وبيعها ويصرف سمنها ثم يعاود بعد ذلك لشراء سيارة أخرى فمثل هذا الشخص يعتبر يقوم بعمل تجاري على سبيل الاعتياد وليس على سبيل التقرار فالاحتراف يقتضي التقرار أي ممارسة العمل التجاري بشكل مستمر ويشترط في العمل التجاري الذي يمارسه الشخص أن يكون عملا تجاريا مشروعا فلا يكتسب صفة التاجر من يمارس عمل تجاري غير مشروع فإذا احترف الشخص الإتجار في المخدرات أو فتح منزل لإدارة الدعارة أو فتح ملها منادي للقمار فمثل هذه الأعمال احترافها لا يكسب الشخص صفة التاجر لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ماذا لو ألبس الشخص صفة العمل الغير مشروع لباس العمل المشروع فلو قام مثلا بممارسة بيع المواد المخدرة من خلال صيدلية فهل يكتسب الشخص أو بالخلال محل فهل يكتسب الشخص صفة التاجر لا يكتسب صفة التاجر لأنه حتى لو ألبس العمل غير المشروع صفة العمل المشروع لا يكتسب الشخص صفة التاجر أو لو قام مثلا بممارسة الدعارة من خلال نادي للتدليق أو المساج فمثل هذا العمل لا يعطي صفة المشروعية للعمل غير المشروع كذلك لا يشترط أن يكون العمل هو العمل التجاري هو مهنة الشخص الوحيدة حتى يكتسب الشخص صفة التاجر فيمكن أن يكون للتاجر إلى جانب عمل التجاري أعمال مهنة أخرى فيمكن للمزارع أن يكون مزارعا وفي نفس الوقت يكون بعمل تجاري ويمكن للشخص أن يكون موظفا وفي نفس الوقت يكون بعمل تجاري وسؤال آخر نطرحه على السامع الكريم وهو هناك أشخاص ممنوعون بحكم وظائفهم من ممارسة الأعمال التجارية فماذا لو مارس هؤلاء الأشخاص مهنة التجارة فهل يكتسبوا احترفوا القيام بممارسة مهنة التجارة فهل يكتسبوا صفة التاجر أم لا يكتسبوا صفة التاجر في الحقيقة إذا احترف هؤلاء الأشخاص مثل العسكر وأساتذة الجامعات والقضاء والموظفون العموميون مثل هذه الطوائف ممنوعة من ممارسة التجارة بحكم قوانين عملها ولكن إذا قام هؤلاء الأشخاص باحتراف القيام بالعملات التجارية فإنهم يكتسبوا صفة التاجر بالرغم من مخالفتهم لقانون عملهم ولكن هذا الكلام لا يستسيغوا ويذهبوا ويحاسبوا أمام جهات عملهم عن المخالفات التي قاموا بها بالمخالفة لقوانين عملهم وممارسة التجارة ولكن حماية للغير حسن النية الذي تعامل مع مثل هذا التاجر وهو لا يعلم أنه موظف عمومي أو أنه عسكري أو أنه عدوة هيئة تدريس في الجامعات أو أنه قاضي حماية للأوضاع الظاهرة أو حماية للغير حسن النية فإن احتراف أولا الأشخاص لقيم بعملات التجارية يقسبهم صفة التاجر والسؤال الذي يطرح نفسه هل يلزم لكي يكتسب الشخص صفة التاجر أن يكون العمل الذي يحترفه يعود عليه بالربح الوفير الذي يكفي لأعشاته هو أهل بيته في الحقيقة لا يشترط أن يكون الربح الذي يتحقق من احتراف القيم بالعملات التجارية ربحا وفيرا يكفي لأعشاته أهل بيته حتى يكتسب صفة التاجر بل تحقيق الربح ذاته ليس بشرط إنما الذي هو بشرطه هو نية تحقيق الربح أما تحقيق الربح من عدمه فهذا أمر بيد المولى عز وجل لا يتدخل فيه الإنسان بأي شكل من الأشخاص ونريد أن نتحدث عن نقطة أخيرة وهي إثبات الاحتراف فعلى من يقع بإثبات الاحتراف في الحقيقة عندنا قاعدة في قانون الإثبات تقول بأن كل من ادعى شيء فعليه إيه إثباته فعلى من يدعي أن فلان الفلان يحترف القيام بالعملات التجارية أن يثبت ذلك لكن المنظم قام قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس على أن جميع العمليات التي يقوم بها التاجرية من قبيل العمليات التجارية فكأنه نقل عبء الإثبات على عاطب التاجر